حوالي 80 طالباً وطالب جلسوا لامتحان التخرج النهائي بمركز التدريب والتكوين المهني وزير التكوين المهني والحرف القروض الصغير عثمان موسى محمد دعا الطلاب للتركيز والاكتهاد السبعة أخصام سيتخصف فيها الطلاب منها النجارة، الكهرباء، الليحام، الحدادة، والإلكترونيات، والإدارة الأمين العام لأكاديمية جنوب غرب وزارة التربية الوطنية قالت إن مركز التدريب والتكوين المهني أسس منذ 2018 وقد تخرج منه حتى الآن 735 طالب وطالبة في جميع التخصصات المهنية والولاي الشاري الأوسط اللواء أثمان إبراهيم جمعة قال إن الدولة تحتاج إلى مثل هذه المراكز التي تساعد في الحد من البطالة لدى الشباب وأوضح أن المركز يحتاج إلى مدرسين أكفاء وشكر المدرسين المتطوعين وزير التدريب والتكوين المهني والقرود الصغير عثمان موسى محمد دعا الآباء والأمهات أن يلحقوا أبناءهم بهذا المركز وأكد أن التنمية والتقدم لا يتحققان إلا بالتدريب والتكوين المهني وأوضح أن رئيس الفترة الانتقالية محمد إدريس ديبي إتنو يدعم ويشجع مراكز التدريب والتكوين المهني بغية إيجاد فرص عمل للشباب والحد من البطالة هذا وقد قام وزير التكوين المهني والحرف القرود الصغيرة عثمان موسى محمد برفقة والي ولاية الشاري الأوسط بزيارة إلى المعدات الجديدة التي سوف تساعد الطلاب في التكوين والتدريب كما قام الوزير والوفد المرافق له إلى زيارة الأرض التي خصصت إلى بنا مجمع متقامل للتدريب والتكوين وتبلغ مساحتها خمسة هكتارات إلا أنها بها سلاسمائة واربعين شجرة الوزير طلب من الوالي والعمدة إلى إيجاد مساحة أخرى وذلك بأسرع ما يمكن لبناء هذا المجمع